مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا ليسي لتعنيم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 19 من امتيح النظرية للسياقة سنف باء قبل ما نبدأ اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش وصلكم الجديد واي اقتراح للقناة او اي ملاحظة خلونا تعليق ديالكم نبدأ وعلى بركاته الله يمكن tú نستعمل المسلك لي علي كي نتجاوز هاد العربة نعم جواب واحد لا جواب جوش الجاوص حي ف los sؤال هو رقم جوش بالنسبة للمسلك اللي غادي ديال ليمن ديالي هو د المسلك اللي غادي فيه أنا بالنسبة لقلك المسلك اللي عال ليمن ديالي هاداك نحن بدها خط متتاصل والمسلك اللي علي ديال ليمن خاصة هاداك ديال لمسلك الإنديماج هذوك العربات اللي كيكونون جايين مجيت ليمن هذك ديال مسلك ديال مسلك لإندماج وكين دمجوا معنا في الترق اللي غادير في احنا بالنسبة ليمن ديالي انا هو هاد المسلك اللي فيه دكشي باشكال الجواب صحيح هو رقم جوج يمكن لي نستعمل مؤشر تغير تجاه ديال اللي نصر باش نستعد لتجاوز هاد العربة نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح فهذا السؤال هو رقم جوج بالنسبة لي بغيت نتجاوز هاد العربة اللي قدامي اول حاجة شنو كندير كنرقب نبه ثم نحزر ليسر اول حاجة هي المراقبة شنو كنرقب كنرقب من الداخلية ومن الجانبية ديال ليسر في صورة كيبينوني غير من الداخلية لاحظ ما يعيش في من الداخلية كين عربة موراك الشعلة مؤشر تغير تجاه ديال ليسر بغت جاوزك فهد الحالة انتم منوع لك انك تجاوز ذيك شي باش كنعدن جواب صحيح هو رقم جوج هاد العربة كاتتمشي ببطء نتجاوز نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح فهد السؤال هو رقم جوج العربة اللي قدامنا وخاكت بشي ببطء لكن لدينا خط نتاصل والخط نتاصل من نوع اني نقصون يا اين ذاك شي باش كن جواب صحيح هادنا هو رقم جوج من غير اننا كين مون عراش اي 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 اكوكنا قاعدن خط نتقطع وعدنا فهمون عراش اقولوا مغن نتجاوز لان الرؤية مواضحة لكن لخط نتاصل وخط كون الطريق مسرحة ما كنقصوش ممرة ذاك شي باش كالجواب صحيح هو رقم جوج توقف مسموح في الجوالين بزوج ديال الطريق نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح فهد السؤال هو رقم واحد بالنسبة له هذي طريق دو تيجاه واحد باش عرفنا عندنا في القارعة الطريق إلى الشانطة هناك سهم طويل ورقيق هذا ليس بحل السهم الأخر الذي يجبرنا أن نكمل السيل القدام أو أن نجبرنا أن نظر على الإيمان أو على الإيسر هذا لاحظوا معي يكون قصير وغلير شوية هذا رقيق وطويل هذا الذي يكون في الأرض يكون يعلم على الطريق دو تجاه واحد كذلك عندنا العلمة التي تقول العلمة الزرقاء فيها السهم الفوق هذا يسمى طريق دو تجاه واحد لكن عندما تعرفنا غير في القارعة الطريق هات السهم اللي طويل ميك تكون طريق دو تجاه واحد طريق دو تجاه واحد طريق دو مك تجيبش مسموح لأنك توقف على الإيمان وعلى الإيسر ما عندنا ش مشكية لكن طريق دو تجيبش وكاد يسير في تجاهين يعني نمشيو وكين عربات كي يجو مش جيل أخرى هنا وليل توقوف مسموح هي على اليمين على الياسر إلا ذاك شي باش كلا لدينا جواب سحنا هو رقم واحد إنه مسموح لأن نوقف على الإيمان وعلى الإيسر حي الطريق دو تجاه واحد في هذا المكان توقوف ممنوع جواب واحد مسموح به جواب جوج بالأخلاص جواب ثلاثة بالأخلاص جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج أربعة بالنسبة للسؤال قلت لك في هذا المكان هو السؤال غير واضح مية في مية لكن أنا نزيد نوضحه كتر لأنه تفسي غادي اللي طرح السؤال غير واضحة قل لك لو لو بغلين ندقوا على هات السؤال يعني في هذا المكان شنو هاد المكان وفيك العربة هنا فيك هالعربة را منوع التوقف تماما منوع التوقف را ما يمكنش أن توقفوا تماما لكن هما شنو بغي يقصدوه في هذا المكان يعني في هذا المكان هذا واحد الموقف دي السيارات أبي حوكم إحنا قناعرفوا هذا الشي لاش باش جوابنا على السؤال اللي كيف كي يجاوبوهما هاد في هذا المكان هدا موقف السيارات را مكتوبة ببيت ما يعني موقف دي السيارات واني مسموح به وبالخلاص علاش اللي اللي حدثوا على يدكم ليسركين هذك العلامة دي اللي يد اللي كتحط لفلوس هذي كتحطت لأنه بالخلاص لكي لاجينا نهضروا على السؤال في هذا المكان يعني في هذا المكان يقصد ليه في كناتنا هون بالعربة الكحلة وفي هذا المكان را تتوقف منه يعني هو السيغة السؤال كان يقولوا في هذا الموقف السيارات توقف واش مسموح ممنوع المسموح به بلا خلاص ولا بلا خلاص يعني هنا الجوه يكو عندنا هو رقم جوج واربعة يعني في هذا الموقف السيارات را تتوقف مسموح به ولكن را بالخلاص ذاك شي مشكل جوه عندنا صحيح هو جوج ربعة يعني حاولنا نحي ترى بزاف اللي كي يكون كيدقق في الأسئلة بزاف وكي وصل بحاد الأسئلة ومنحقوا انه يقول في هذا المكان را هذا خطأ را بالصحة اننا الصيغة السؤال ممتروحش بزيان كان الصيغة اللي تكون مزيانة وفي هذا الموقف السيارات التوقف عادي نقولوا واحد جوج ثلاثة أربعة كان يكون هاكا أحسن ولكن جوابنا صحيح هو رقم جوج أربعة عند وقوح حادثة المادية استعمال المعينوي الدية إجباري جواب واحد مستحب جواب جوج يوصى به جواب ثلاثة جواب صحيح في السؤال هو رقم جوج ثلاثة هنا تنسؤال هي في ذلك عند وقوع حادثة مادية ماهي حادثة مادية يعني لي مفاحش الجرحة والقتلة يعني غير حديث ما الحديثة مادية استعمال المعينوي الدية ممكن أنك بكدر حادثة مادية تكدر معينوية الدية بينك وبيل العربة التانية بلا ما يكونوا رجال الشرطة أو رجال الدارك بلا ما يكونوا ممكن ينتوي يتحرر هذه المعينوي الدية كثير سيحسنا شركة ايمين في مدة ما كتفوش خمسية هنا ليش قلنا انها مستحب هاد الاهو توقعت حديثة ممكن لو بغاجتوا تسامحوا بعض اياتكم تتسامحوا ومشي مشكل يعني مشي بالضرورة انها يتوقع حديثة ضروري انكم تعمرو معنا ودية لكن المستحبة بغيتوا تعمروها اعمروها بغيتوا تسامحوا بناتكم تسامحوا بناتكم مشي مشكل لكن ليش قلنا يوصبي يوصبي نفترضوا انك تتسامح مع هذك العربة التانية ومشيتي هنا يقدر هو الطرف التاني يقول بالله انت ضربته وهربته انك شي يقولك يوصى به من احسن غير ديرها ولكن هنا مستحبة لارقتي ماتتاق مواش الديرها مديرها انك شي مشكل الجواب صحيح هو جوش ثلاثة التأمين الدنيوي الاجباري كيمكن من التعويض على الخصائر اللي كتسبو فيها الاخرين نعم جواب واحد لا جواب جوش كتسمى المسؤولية المدنية جواب ثلاثة المسؤولية المادية جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة باش تجاوب على هذا السؤال ضروري خص تكون فهم انواع ديال التأمين انا غال حاول ندكره من دابا حاول دير واحد الكتاب وسيلو وشجله بالنسبة لانواع التأمين اللي عندنا عندنا ثلاثة اللول هو التأمين الدنيوي الاجباري وكين عندنا التأمين تانوي للعربة وكين تأمين تانوي للصائر نبدو كل واحدون نفهمو ديالاش مستعدموا بتأمين الدنيوي الاجباري هالتأمين الدنيوي الاجباري ل ما كي يصلح اي عربة تسبب لك فيحديثها ولكن انت ماشي مخالف اي عربة تسبب لك فيحديثها يعني هناك تتعوض على الأضرار الجسمانية والمادية يعني اضرار المادية والجسمانية كتعوض عليه وكتسمى بالمسؤولية المدانية لم يكن سوق العربية لك لم يكن من تأمين لك لذا عندك رجال الشرطة أو رجال التارك عندما يمكنك تؤدي لك تأمين لذلك لك تأمين لديك تأمين لكي نتخذ فرق هذا هو التأمين الذي يتمه اسمه تأمين دنياوي عنده تأمين أدنى حاجة في التأمين لكن رأي جباري تأمين دنياوي أقل تأمين ستكشفه و لكن رأي جباري لا تكون بالخاطر لمشي نديره ومن ديره لا رأي جباري هذه هي الوثيقة اللي كتديرها مع الوثائق باش نتمينوا وقفوك الشرطة او الضارك كتوريهم هاد الوثيقة من دون الوثائق اللي كيكون لك في العربة ديالك وهذا هو التأمين الدنيوي يعني اي عربة قصتك فانك انتك تتعرض على الاضرار الجسمانية والمادية ليكون الناس اللي ركب معك والعربة ديالك وكل شي مزيان وهذا كنت تسمى المسئولية المدنية ثم نرى التأمين التي نسميته، التأمين الام ال commits تأمين تعالى لعربة تأمين تعالى اسميته تانوي، ممكن نقوم التدير يعني مش بحالة أخر تأمين الدنيوي اجبل هادا تأمين تعالى زياد العربة هادا تأمين تانوي الفترة وال whatnot كان كنت أولا خسائر الاستيادة كنت تتحرك للمجاورة هل أنهم سنأمنوا ما كنت أريده؟ لماذا يصلح؟ إذا العربة قد تحرير ألم تحرير كنت أسألت طريق كنت تحرك بحل الحيط أو شيء أسألت كنت أسألت كنت أسألت أن تخرج بحل القهوة يكون خارج و يدخل كي شي حاجة اللي كتتحرك اللي كتتخرج و كتتدخل و انت كنتي غاضي في الشانطية و قاسك إليك عندك هتأمين هذا را كتتتعود بالنسبة لتأمين المنمورة اللي داخل في تأمين التناوية العربي هو خسائر جميل أخطار يعني هذا اللي كي يتسمى و كي يقول كل شي كلك توريسك هذا هدا تأمين بوحده هاد الخسائر جميل أخطار إلي درتيه فكريك آآ كانت من كريك للشركة التأمين تعودك على الخسائر كيف و مكن ذشكلuh في حديثك كيف و مكن ذشكلuh حديثك تعودك و هذا هو من يكون غليبهم بزاف كان تأمين آخر ديه العربي اللي اسميته السريقة والحاريق إلي العربي ديك تعردت للسريقة والحاريق فهن له هل الشركة تأمين يكتعودك وب Mont-نيسبة لتأمين آخر ديه العربي اسميته كسر جزوجاج أي لحك نتوقع اليك مشكلة الد 就是 toujours لك فان شركة التأمين بتعودك على ذلك إليهة لو انت لو كنتم مخلصه approval لا تعودك شعلي اذا كان واحد اخر من داخل للارباه اسمه دفاع متابعه اي مصاريف التالت اللي تبلغ القضاء منها محامي من الجلسه أو ابراك شي كامل الادفاع و المتابعه ان هذا الان في نไป الداخل في التعمين التنوي العربا ان شوفوا التعمين الثالث التعمين التالت ايشنا هو التعمين التنوي للسائق قلنا ان يلي هو التعمين الدنيا و ايجباري للاك حساس을 يقع ثاني التأمين التنوي للعربا هذه اللي ذكرت فيهم كاملين لدينا التأمين التناوي للسائق في حاجة واحدة هو ضمانة السائق هذه الضمانة السائق كيف تعودك؟ كيف تعود الخاصائر التي سمعت السائق بحال لاذا كنت صعيق العربة لك وكان لديك التأمين الدنيوي إجباري ولا نستطيع أن تأمين لديهم و كنت صعيق العربة لك وتسببتي فى حديثة كنت لي تسببتي فى هذه الحديثة أكون مؤكد أن الناس اللي ركبين معك ستعودوا العربة اللي كنت تدين لها جامع دك خسائر ديال جامع الأخطار ممكن انت يتعود يعني أي حاجة تعود العربة اللي استضمت انت غت تعود وخد كنت تأمين الدنيا وإجباري الناس اللي ركوة في العربة الأخرى غايت تعودوا الواحد اللي ما غايت تعود هو انت حيث انت اللي تسببتي في حادثة ما غت تعود لكن لادرتها تأمين تناول ساق دارته انت فهنا ديك تسمى ضمارة ساق وخد كنت اللي مسؤولي الحادثة تنت هناك التعود معظم الحوادث كتوا قع في طريقك الله نعم جواب واحد لا جواب جوج في المعراجات نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جوا سحفة السؤال هو رقم جوج ربعة كاني قل كنا معظم الحوادث اللي كتوا قعه ماشي بحلات الطريق حيث إذا نظر على المعظم حيث يقع في الطريق مبلة حيث في الطريق مبلة لكن السائق عارف بلادك الطريق مبلة و يمشي بشوية ما يبقى لديه مشكل إذا عارف بلادك المون عراج و خصوصين قسم الصرعة باش ما تشدوش القوة النبيدة في المون عراج ما يبقى لديه مشكل إذا كنت معظم حيث يقع بسلوك دي السائق ما هي بتشي ضروف هي بسلوك السائق تكشي بشكل جواب عدنا صحيح وجوش رب السائر منضم على شكل صفوف يمكن لي تغيير المسلك باش نسرع شوية جواب واحد باش نوجد التغيير إلى تجاه جواب جوش جواب سحيح هذه السؤال هو رقم جوج بالنسبة لك للاسي قسم لنا السائر منضم على شكل صفوف يعني صف حدا صف حدا صف قلت يمكنك تغيير للمسلك هذا المسلك الذي جافعه هذاك يتم يمسلك صف واحد والأخر لحده هو هذاك صف قلتك بإيجادك تغيير المسلك باش بس طريق شوية الا اني ايضا اكثر لكن باش أنك توجد تغيير لتيجا يأني انت كنت ايغادي بقي شاد اليسار بريطي ايه واحد شوية أنك تضر على اليمن لماذا سأقوم بليمن هنا مو ممكن هذه الحالة أنك باش يتغيير لتيجا باش نتوجد التغيير لتيجا لكن ولكن ستغير الاتجاه مع اخذ الحيطة والحاضر لماذا؟ لأنه يغير المسلك وفي حالة وقعت الحادثة فهو اللي يستبر مخالف بالنسبة 100% لأنه هو اللي يغير المعصر دياله ان شاء الله سوف نبدأ في الدورة التكوينية المعينوية غير الوقت اللي لا يستعب ليش أنينين باش نوجدها ولكن كنا نقول في هذه الأيام سوف نبدأها ان شاء الله أثناء السيل هذه أنا في الوضع المناسب؟ نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد نتعرف الوضع المناسب شاد لي من ديالك هنا نزيل أثناء السيل العادية لكن نتعرف الوضع المناسب